هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 164 شخصا وإصابة 200 أخرين في 19 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال ضد العائلات في القطاع وأضافت السلطات الصحية أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث تمنعوا قوات الاحتلال لوصول تواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم وبهذا ارتفعت حصيلة ضحايا العضوان الإسرائيلي إلى 28.340 شهيدا و67.984 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي اشتركوا في القناة